قبل فترة وضعت فيديو عن تعديل كارت الـ RTX 3070 ليصبح حجم الفيرام فيها هو 16 جيجا لكن في تلك الفترة لم يكن لدي نتائج كروز كثيرة عكس الفترة الحالية لهذا قررت القيام بتجربتها مرة أخرى كي نرى تأثير الفيرام للآداء بشكل أكبر السلام عليكم اليوم هي كارت الـ RTX 3070 التي عدلتها قبل فترة وقد أظهرت هذا الشيء في فيديو سابق وما زيت لحد الآن أحاول قيام بالتعديل عليها كي أحل أحد المشاكل فيها وهي تحولها للشاشة السوداء وكان الحل في السابق هو استعمال أعلى الطاقة للكارت وهذا من إعدادات الدرايفر وأحاول حل هذا الشيء عبر التعديل في الهاردوير الخاص بها لكن لحد الآن لم أجد الحل وفي التجارب التالية سأضع الفيرام في سرعة 2000 ميجا هيرت وهي نفس سرعة شرائح الفيرام مستعملة مع أنظر فولت خفيف للكارت وبداية التجارب ستكون على لعبة Expedition 33 على الـ Epic Setting وعطت الكارت على 1080p حوالي 54 فريم كمتوسط وهذه اللعبة لا تستعمل فيران بشكل كبير لهذا فالآداء سيكون متقارب مع نسخة 8 جيجا وعلى التوقي أعطت الكارت حوالي 36 فريم كمتوسط وعلى الفوركي كانت نتيجة حوالي 19 فريم فقط وبالنسبة للكوروت الأخرى فلم يكن هناك أي فرق كبير بين الـ RTX 1070 نسخة 16 جيجا والـ 8 جيجا وهذا شيء متوقع بسبب استعمال فيران قليل لهذه اللعبة كما قلت سابقاً وسأضيف نتائج 2K والـ 4K لكامل الألعاب في آخر الفيديو وثاني اللعبة هي كينغ دوم كومتو على الإكستريم سيتينغ وعطت الكارت على 1080 بحوالي 63 فريم كمتوسط وهذه اللعبة تستهلك الفيران بشكل كبير حتى على الدقة المنخفضة وعلى التوقي أعطت الكارت حوالي 46 فريم كمتوسط وعلى الفوركي كانت نتيجة قريبة للـ 30 فريم كمتوسط وهي نتيجة مقبولة وبالنسبة لباقي الكروت فكانت نتيجة RTX 3070 نسخة 16 جيجا قريبة للـ RTX 3070 Ti لكن الحين أنا أجرب اللعبة بإصدار أحداث وقد لاحظت أن الآذاء نقص فيها عن السابق لهذا أظن أن الآذاء يجب أن يكون مقارب للـ RTX 5060 Ti وثالث لعبة هي إنديانا جونز على السيبريم سيتينغ وعطت الكارت على 1080 بحوالي 84 فريم كمتوسط وهذه اللعبة لا تشتغل أصلا على نسخة 8 جيجا في أعلى الإعدادات وعلى التوكي كانت نتيجة حوالي 64 فريم كمتوسط وعلى الفوركي أعطت الكارت حوالي 40 فريم كمتوسط وهي نتيجة مقبولة وبالنسبة لباقي الكروت فكانت نتيجة RTX 3070 نسخة 16 جيجا نفس RTX 3080 تقريبا لكن 1% لو كان أفضل وهذا في الغالب بسبب حجم الفيرام العالي وفي نفس الوقت كانت قريبة جدا للRTX 5060 Ti ورابع لعبة هي Marvel Spider-Man 2 على الفيري هاي سيتينغ وعطت الكارت على 1080 بحوالي 103 فريمات كمتوسط وهذه اللعبة تستعمل الفيرام بشكل كبير حتى في هذه الدقة المنخفضة وعلى التوكي أعطت الكارت حوالي 72 فريم كمتوسط وعلى الفوركي كانت نتيجة حوالي 42 فريم كمتوسط التي تعتبر مقبولة وبالنسبة لباقي الكروت فكانت نتيجة RTX 3070 نسخة 16 جيجا قريبة جدا للRTX 5060 Ti خاصة في الـ 1% لو في حين كانت أقوى من RTX 3070 Ti بأكثر من 10 فريمات وخامس لعبة هي Monster Hunter على الإلترا سيتينغ وكانت نتيجة الكارت على 1080 بي قريبة للـ 60 فريم وهذه اللعبة مثال آخر على الألعاب التي تستعمل فيرام عالي على الدقات المنخفضة وعلى التوكي أعطت الكارت حوالي 45 فريم كمتوسط وعلى الفوركي كانت نتيجة قريبة للـ 30 فريم كمتوسط وبالنسبة لباقي الكروت فقد تفوقت الـ RTX 3070 نسخة 16 جيجا على 8 جيجا بأكثر من 18% وهي نسبة عالية وكانت الـ RTX 3080 قريبة منها في الآداء لكن بقيت الـ RTX 5060 Ti أفضل منها بفارق جيد وآخر اللعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster على الإلترا سيتينغ وعطت الكارت على 1080 بي حوالي 71 فريم كمتوسط وهذا باستعمال 50% ريزولوشن سكيل وعلى التوكي أعطت الكارت حوالي 52 فريم كمتوسط وهذه النتيجة مقبولة وعلى الفوركي أعطت الكارت حوالي 33 فريم كمتوسط وبالنسبة لباقي الكروت فلم يكن هناك أي اختلاف كبير والسبب أن اللعبة لا تستهلك فيرام بحجم عالي وواضح جدا أن اللعبة تحاول قدر الإمكان عدم تجاوز 8 جيجا في استعمال فيرام وبالنسبة لمتوسط الخمسة العاب بدون احتساب إنديانا جونز فقد تفوقت الـ RTX 3070.16 جيجا على 8 جيجا بأكثر من 8% بحين بقيت أضعف من الـ RTX 5060 Ti بحوالي 10% أما على التوكي فكان الفارق أكبر بين النسختين الـ 8 و 16 جيجا حيث تفوقت نسخة الـ 16 جيجا بـ 18% في حين بقيت أضعف من الـ RTX 5060 Ti بحوالي 9% تقريبا أما على الفوركي فزادت النسبة بشكل أكبر حيث تفوقت نسخة الـ 16 جيجا على الـ 8 جيجا بـ 37% تقريبا وهذه النسبة عالية جدا والاستنتاج من كل هذه التجارب أن الفيران في الألعاب الحديثة مهمة وكما رأينا على دقة 1080p كانت الكثير من الألعاب تستعمل أكثر من 10 جيجا من حجم الفيران وفي التوكي كان الفرق أكبر يعني إن كنت تريد تلعب أحدث الألعاب على أهل الإعدادات في هذه الدقة فـ 12 جيجا هي أقل حجم الفيران مطلوب وبالتأكيد أتكلم عن الكروت الحديثة لأن كرت مثل الـ RTX 3060 لن يكون حجم الفيران فيه مفيد لأنه بطيء أصلا وأنا أنتظر أيضا تعليقاتكم وأراءكم وفي الآخير إن أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا دعمنا باللاك واشتراك سلام